وأن نناقش هذا الموضوع مشاهدين مع ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس مركز الشرق للبحوثة دكتور سمير تقي دكتور أهلا ومرحبا بك يعني هل سيبدو مفاجئا بالنسبة إليك دكتور لو استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو أمام مشروع القرار هذا الذي يهدف إلى توسيع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة في ظل تردي هذا الوضع في القطاع إلى حد كبير كما تقول المؤسسات المعنية أولا سيدي أتشرف بكم وبجمهوركم أعتقد بأن ما يجري الآن هو عملية تفاوض عميقة على كل التفاصيل متعلقة بهدنة مرتقبة وفي هذا الإطار إذا كانت الولايات المتحدة قرأت استحدام حق الفيتو فإن ذلك سيعني أن الأمور لم تنضج بعد بمعنى أن هناك مفاوضات جارية بشكل كسيف مع مصر وقطر وأيضا بوساطة مع حماس والمقاتلين الفلسطينيين فيما تعلق بالموضوع وأعتقد أن هناك عملية شد بين الطرفين لذلك القضية متعلقة بالتوقيت بتوقيت التصويت وإلا فمن الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع الأمور في اتجاه هدنة معينة ربما تكون طويلة تستمر أسبوعين مع الاحتفاظ لاحقا بقدرة إسرائيل على القيام بعمليات عسكرية سهمية نموعية كما بدأ يجري الآن بمعنى أن تحجم إسرائيل عن التوجه باتجاه عمليات جبهية تستهدف الاحتلالات واسعة وأن تبقى لها القدرة على القيام بعمليات داخل غزة في إطار المفهوم الذي طرحه الرئيس بايدن فيما يتعلق بعدم تمكين حماس من العودة إلى السلطة وهو الآن الهدف الوحيد الذي يتفق فيه الإدارة الأمريكية مع الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية دكتور سمير هنا نتحدث عن عمليات إنسانية الحاجة لها ملحة وضرورية بشكل كبير بحسب ما تشهد المؤسسات المعنية وخصوصا المؤسسات التابعة للأمم المتحدة الفلسطينيون الآن يواجهون الجوع والعطش في قطاع غزة نتحدث عن أكثر من مليونين من النازحين في القطاع ألا تعتقد أن هذا الوقت يجب أن يكون الأنسب فيه التحرك باتجاه دفع المساعدات وزيادة تتفقها إلى قطاع غزة بدلا من انتظار تحركات واتصالات سياسية وديبلوماسية كما يفهم من الموقف الأمريكي الآن أولا أن ليست مهمة الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية أنا أشرح الموقف الأمريكي كما أفهمه من خلال عملي وبالتالي أعتقد تماما بضرورة وقف اطلاق النار وبضرورة سماح بالمساعدات ولكن أناقش الوضع من وجهة نظر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تضع نفسها في موقع تمتنع فيها عن التصويت وتصبح فيه إسرائيل مطالبة من قبل مجلس الأمل بقضية معينة ثم أن يبدأ المجتمع الدولي بالضغط في اتجاه على إسرائيل في اتجاه التنفيذ دون أن تكون القضية مربوطة سياسيا القضية مربوطة سياسيا إلى حد بعيد هناك نقاط التقاء واضحة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل وهناك نقاط خلاف النقاط القائمة الآن الواضحة في التوافق وهو ضرورة عمليا ضمان بأن لا يحصل أي تهديد وجودي لدولة إسرائيل ثانيا أن يتم استبعاد حماس من السلطة ولكن بالمقابل هناك خلافات عميقة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بل وأمضي فأقول بأن لدينا رئيسين أحدهما سيبقى إما نتنياهو وإما بايدن القضية أصبحت بهذا الشكل بمعنى أن الآن الاتصالات بين الطرفين أصبحت متوقفة بسبب قضية الموقف من قضية الرؤية والخلاف الرئيسي الأمريكي مع الإدارة الإسرائيلية أولا فيما يتعلق بقضية أن لا تبقى إسرائيل في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية وأن يتاح للفلسطينيين إمكانية لإدارة شؤونهم بعيدا عن السلطة الإسرائيلية ودخلها ودورها العدواني الذي وصل إلى حد الإبادة الجماعية وكذلك الخلاف على قضية حل الدولتين نتنياهو يتحدث بوضوح بأنه هو الوحيد الآن الذي القادر على الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقضيتين رئيسيتين حل الدولتين والخروج من غزة وبالتالي بدأ الخلاف يظهر تماما وبدأت حكومة نتنياهو تتشقق ولعلي أقول بأن الرئيسين الآن في حالة من الاختلاف إذن هناك توافقات أمريكية مع الدولة الإسرائيلية متعلقة بعدم تمكين حماس من العودة للسلطة من جهة وعدم السماح بأي تهديد وجودي لإسرائيل وبالمقابل هناك خلاف رئيسي متعلق بحل الدولتين وبقضية عدم عودة إسرائيل إلى غزة طيب دكتور سميلة أود أن نتناقش في هذه النقاط المهمة لكن قبل ذلك دارنا نتوقف معك عند مسألة التوافقات أو مسألة الانسجام الأمريكي الإسرائيلي في إطار هذه الحرب وهذا العدوان المستمر على قطاع غزة خلال الأسبوع الماضية استمعنا إلى تصريحات أمريكية ربما ذهبت إلى ناحية أن تحدد لإسرائيل سقفاً زمنياً للقيام بهذه العملية وتحقيق أهدافها في قطاع غزة ذهب لويد أوستن إلى إسرائيل واجتمع بمجلس الحرب وخرج بعد ذلك ليقول فهم من حديثي أن الولايات المتحدة تعطي كل الوقت الآن لإسرائيل لاستكمال هذا العدوان وهذه الحرب ما الذي يفهم على هذا الصعيد وهذه الناحية؟ شكراً للسؤال مهم جداً في اعتقادي سعيدي من حيث المبدأ ليس ما يقال في المفاوضات هو ما يخرج به أوستن أوستن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعطي الانطباع بأنها تقوم بالضغط على إسرائيل ولكن من الواضح أنها ضغطت على إسرائيل ضغطت ضمن حدود التوافقات التي ذكرتها ولكن مثلاً فلنقل المثال أن هناك الآن مستوى معين من التخامد وهذا يجري بفضل هذه الضغط ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة بريئة من مسؤوليتها عما يحدث بالمقابل أعتقد بأن قضية الوضع الزمني أنا أرجح وأمين للاعتقاد بأن الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية أصبحت الآن تحاول أن تضع سقفاً زمنياً لن تصرح به علداً ولن يخرج به أي رئيس وإنما يجري التوافق فيه مع الإسرائيليين لأن هناك التخامد الذي يمكن أن يجريه وبدأ منذ الآن إذا لاحظنا نوع من التخامد في وحشية العمليات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني هذا التخامد ليس كافياً وليس المطلوب وليس ما يطلبه أي شخص من المنطقة لا شك أنها قضية شنيعة ما يجري الآن في فلسطين ولكن بالمقابل الولايات المتحدة تريد أن تصل إلى مرحلة يتم فيها تخامد كبير في العمليات العسكرية وبالمقابل أن يتم فيها على التوازي نوع من السير نحو المضيح حول مرحلة التعافي لا تكون فيها الولايات المتحدة أعفوا أن لا يكون فيها إسرائيل هي المشرفة على الوضع في غزة وكما قال جانس وزير الدفاع السابق لإسرائيل وهو بدأت تتشقق الحكومة الإسرائيلية منذ الآن لدينا بن كبير الذي يطالب بإنهاء وضع الحكومة الأمنية وغانس الذي يتحدث بأن حماس هي فكرة لا يمكن انتزاعها إلا بإنشاء فكرة بديلة بالنسبة للفلسطينيين وبالتالي في اعتقادي التصريحات يعني ما أضرب مثال الولايات المتحدة الأمريكية لآخر اللحظة قبل خروجها بيومين من أفغانستان كانت تتحدث عن الانتصار وعن القيام لذلك أنا أقترح أن لا نعطي أهمية كبيرة للتصريحات لأنها قضية مرتبطة بالمعنويات وبالرأي العام وبالموقف العسكري ولكن بالمقابل أعتقد بأن الوضع يتجه نحو التخامض موضوعيا العامل الرئيسي ليس هو الموقف الأمريكي العامل الرئيسي هو أولاً شوء صمود الشعب الفلسطيني العامل الرئيسي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تشعر بوضوع بأن تحالفاتها الاستراتيجية في الإقليم أصبحت مهددة بشكل كبير ليس فقط مع الدول العربية بل وعلى نطاق أيضاً التحالفات الدولية في الجي سابن باجتماع الجي سابن جرى الحديث بشكل واضح بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موقفها وأيضاً تم الاتفاق على أن إسرائيل يجب أن لا تعود إلى غزة وأن يفتح المجال من أجل التقدم بسرعة في التجاه دكتور سميل كما تعلق بمرحلة ما بعد الحرب أو اليوم التالي بعد هذه الحرب كما يسمى في هذه الناحية هل يتضح لك أو هل ربما يبدو واضحة بالنسبة إليك التصور الأمريكي لهذه المرحلة هناك في هذه الناحية هناك تضارب إسرائيل تتحدث مرة عن أحزمة أمنية وتتحدث عن ربما نظام أمني جديد ينشأ في قطاع غزة بينما يتحدث الأمريكيون بنبرة مختلفة رافضة ربما كما يبدو من التصريحات لهذه الأفكار الإسرائيلية كيف تفكك هذه الناحية مسألة بعد هذه الحرب نعم بالضبط أعتقد أن النقاش حول قضية اليوم التالي ومرحلة التعافي فلنسميها مرحلة التعافي إعادة تعافي المجتمع الفلسطيني في غزة بما فيها قضية إعادة بناء المؤسسات وقضية المؤسسات التي تحكم الحياة المدنية بمساعدة الممتحدة ومساعدة عدد من الدول أيضاً المحيطة بغزة أساساً مصر وإمكان أن تلعب دور الأردن أو حتى بعض الدول العربية الأخرى ولكن في هذا السياق أعتقد بأن هناك قضية رئيسية المقاتلين الفلسطينيين والفلسطينيون بشكل عام سيقدمون خدمة كبيرة لقضيتهم فيما لو تمكنوا من فتح حوار وهو ما ألمح له ممثل فتح في لبنان مؤخراً حول قضية التواصل مع السلطة الفلسطينية والسعي لبناء موقف موحد فلسطيني من أجل الاتفاق على سوابت لإدارة الوضع في غزة فيما بعد هذا الموضوع ليس بالموضوع السهل يمكن أن تساهم فيه الأمم المتحدة التي أصبحت على الطلاع واضح على الوضع الحياتي والإنساني وإدارة المدارس والمشافي وبقية الخدمات التموينية إلى آخره ولكن الشيء الرئيسي الآن هو الإدارة السياسية وفيما إذا كانت سوف تستمر الصواريخ تنطلق من غزة ضد إسرائيل وضمن أي شروط سيتم إدارة الوضع هناك وضمن أي معطيات في هذا السياق أعتقد بأن قضية الوحدة الفلسطينية تصبح قضية مركزية من أجل قطع الطريق على محاولات العودة إسرائيل للعودة للاستثمار في الخلاف الفلسطيني طيب الآن دكتور سمير فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية وستمعنا إلى تصريحات أمريكية ربما تتحدث عن ما سمي بسلطة فلسطينية متجددة وهناك اعتقاد أمريكي بأن السلطة يجب أن تحكم نعم في قطاع غزة ولكن بعد إجراء تغييرات وتعديلات ما شكل هذه التعديلات التي تبحث عنها واشنطن وهل كانت تنتظر أن تندلع هذه الحرب في غزة حتى تتذكر واشنطن أن السلطة الفلسطينية بحاجة لتغييرات وتعديلات في هذه الآونة القضية الرئيسية هي أن الفلسطينيون ومؤسساتهم كانوا رهينة من جهة للشقاق الذي يخوضونها وفيما بينهم والنقطة الثانية محاولات إسرائيل للاستثمار في هذا الصراع بين الفلسطينيين من أجل يعني عمليا كما فعل في عام 2020 نتنياهو وعمليا نسف كل أشكال الاتفاقيات بحجة أن ليست سمت مفاوض ولكن اعتقادي الآن أصبح واضحا بأن إسرائيل أصبحت وجوديا مهددة فيما لو لم تسر في اتجاه السلام وأن العالم بشكل عام بما فيها بأوساط قوية في الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد لها مصلحة بأن تبقى القضية الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجال استثمار كبير لخصومها الاستراتيجيين لخصوم الولايات المتحدة الاستراتيجيين في الأقليم سواء إيران أو روسيا أو غيرها وبالتالي في اعتقادي أن هناك قناعة بضرورة السير الآن بعدما جرى وتبين بأن الأمن الإسرائيلي الذي صرفت عليه تريليونات من الدولارات من أجل بنائه يمكن اختراقه بألف وخمسمائة مقاتل يتم التخطيط لهم بعناية ويتم إدارة المعركة حتى الآن إسرائيل تفشل زريع في عمليا حتى احتلال شمال غزة الذي هو أقل من 60% من مساحة الشمال الذي هو بحد ذاته 27% من مساحة غزة وبالتالي أنتقل للفكرة التي طرحتها سيدي بأن من حيث الأساس الآن ظهر للإسرائيليين أولا ومن ثم طبعا للأمريكان والكثير من الناس في الإقليم والأوروبيين بأن هذا الوضع هو غير قابل للإستمرار وأن بالتالي من الضروري إعادة تمكين العملية العملية عملية الإدارة الفلسطينية الإدارة الفلسطينية الراهنة تعاني من نقاط ضعف يعترف بها الجميع ليست القضية قضية فساد فقط وإنما هي قضية الوظائف المدنية للسلطة التي تترهلت إلى حد بعيد ودخلت فيها المحسوبيات بشكل عميق ولكن الرد الاستراتيجي الرئيسي الذي يمكن أن يسمح بقطعة طريق على محاولات استمرار في تقسيم الفلسطينيين والمحاولات الاستمرار في اللعب على خلافاتهم هو أن يبدأ نوع من التوافق الوطني الفلسطيني الذي يسمح بإدارة غزة بشكل جدي لأنه من الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام لم يعد يقبل بأن تستمر حماس بصفتها السياسية بجهازها السياسي أن تبقى تسيطر وهذا في هذا الوضع علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا التطور في ظرف أصبحت في السلطة الفلسطينية تقول أنها لوحيدة ذات الحق لأن تحكم غزة شكرا لك جزيل شكر رئيس مركز الشرق للبحوثة دكتور سمير التقي كنت معنا عبر سكايب من واشنطن ترجمة نانسي قنقر